قل خرجت الى سفر مسافة تجد عن 250 كيلومتر وجاء علي وقت صلاة الظهر وقلت في نفسي سأصد الظهر مع العصر صلاة قصر ورجعت لحان موعد صلاة العصر وأنا في الطريق وبين وبين البلد الذي احكيري فيها مسافة أقل من 84 كيلومتر هل أصد الظهر مع العصر قصرا؟ هل أصد الظهر قصرا؟ للعصر كما تسل العادة هذا لا استمال القول ورجعت لي يحتمل انه وصل الى البلد التي ذهب اليها وتجد على 200 كيلومتر ثم رجع هذا يعتبر المسافر في عزوات كما انه يعتبر المسافر في ذهات فيقصر الصلاة ويزمع بين الصلاةين جمع تقديم أو جمع تقديم اما اذا كان المراد بقوله رجعت انه رجع من اثناء الطريق فكما فصلنا ان كان اقل من الطريق مسافة ثمانين كيلومتر فاله حكم المسافر ايضا يقصر ويزمع من اراك وأما اذا كان رجوعه اقل من ثمانين كيلومتر يعني لم يخل من الطريق اقل من ثمانين كيلومتر ثم بدأ له ورجع الى جلد هذا يعتبر له الحكم المسافر يسم الصلاةين ويصلي كل صلاة بالوقت جزاكم الله خيرا واحسنوا اليكم